من الصعب على أي مراقب للأحداث في العراق التنبؤ بمآلات المشهد السياسي في هذا البلد المطلب من حيث التحالف والافتراب أو حتى صعود طرف وهبوط آخر ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة تشتد حدة الصراء في جميع الجبهات وقد احتلت القوى السياسية الكردية إحدى ساحاته المهمة فبعد استفتاء الانفصال في كردستان العراق تصدع جدار القوى السياسية الكردية وحمل البعض بارزاني مسؤولية مجرى فكثر القافزون من مركب الرجل وبات الأكراد في موقف ضعيف ككيان غير محصن بعد سيطرة القوات الحكومية على مدينة كاركو في شهر التشرين أول الماضي ومع كل هذه المعطيات بدأ التحالف الكردستاني يبحث عن مكسب جديد ليعوض ما خسره مترافقا مع عادة تموضع جديد للأطراف السياسية في كردستان العراق فقد خرج النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجل شنغالي يدعو القوى الكردية للانسحاب من الانتخابات إذا لم تشرق قوات البيشمرقة في الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها النائب شنغالي عزى ذلك المطلب لمحاولات التغيير الديمقرافية التي تقوم بها القوات الحكومية وميليشيا الحشد في تلك المناطق وحذر من عمليات التزوير واسعة وخطيرة في الانتخابات البرلمانية بسبب وجود أذرع عسكرية تابعة للأحزاب السياسية كلام النائب شنغالي أكده زميله في الحزب محسن السعدون الذي أكد أن الخارطة السياسية الكردية باتت غير واضحة المعالم مشيرا إلى تصاعد حالة التنافس بين الأحزاب الكردية التي كانت تمثل جبهة واحدة وتحالف واحدا هو التحالف الكردستاني ولعل اكتظاظ المشهد بالفرقاء السياسيين ومسلسل التسقيط المتبادل يحيل الأمر برمته إلى تجربة سياسية تجري أزمتها بالتوازي مع تحركات السلاح على الأرض فهنا الحاضر وربما المستقبل مرهونان بفوهات بنادق لا يعرف حاملها إن كان عسكريا أم سياسيا أم كلاهما ترجمة نانسي قنقر